بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وطل الصلاة والسلام حباية طلبة وطلبات الصف الرابع النهاردة ان شاء الله هنحل تدريبات الدرس التاني من الواحدة السبعة مبارح كان الفيديو شرح الدرس التاني من الواحدة السبعة أتمنى تكونوا ذاكرتوا وحفظتوا الكلمات عشان تقدروا تجاوبوا معي ان شاء الله النهار ونبدأ باسم الله بس أول ويبدأ الفيديو أتمنى تعملونا لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد وطبعا عايزاكوا تتابعوا معايا من دلوقتي أول بول كتاب الباهر هو الوحيد اللي نزل يا جماعة في المكتبات الكتب التانية ما نزلتش فمحنا مش هنستناها عشان ما نتأخرش في المنك زي ما احنا شايفين اكتفتز لتدريبات على الدرس التاني أول تدريب جايبه تدريب الليسنينج وقلنا قبل كده ان الليسنينج ده بيجي في الامتحان عبارة عن جمل بيطلب منك تحط صحة أو غلط قدام الجملة بناء على الليسنينج اللي انت بتسمعه من المدرس في لجنة الامتحان المدرس بيقول جمل أو بيقول قطعة انت بتستمع لي كويس القطعة دي بتبقى من المنهج اللي انت درسته تمام كده بنستمع ليه كويس وبنشوفه بيقول ايه وبعد كده بنحط بنشوفه طالب مننا ايه وهنا طالب منها نحط علامة صح أو خطأ أمام كل جملة طيب هقول لنا القطعة دلوقتي وانتوا هتسمعوا معايا وهتقرروا طبعا هنحط صح أو غلط طيب نص الليسنين جاهده ايه بقى humans can live almost anywhere they often look for climate water and soil they like a temperate climate هم بيحبوا اضمناخ المعتدل they like a temperate climate they need water to drink بيحتاجوا المية عشان يشربوا طيب انا استمعت هنا هقولوا تاني humans can live almost anywhere كلمة almost دي يعني تقريبا البشر بيقدروا يعيشوا في اي مكان تقريبا they often look for climate water and soil دايما بيبحثوا عن المناخ والمية والطربة they like a temperate climate بيحبوا المناخ المعتدل they need water to drink طيب الجمل اللي عندي ايبقى الجمل اللي عندي اربع جمل وطالب مني احط علامة صحة أو خطأ الجملة الاولى humans can live almost anywhere صح البشر بيقدروا يعيشوا في اي مكان يبقى صحة احط هنا علامة صحة تمام طيب we often look for climate water and soil دايما بنبحث عن المناخ والمية والطربة فعلا ده الكلام اللي تقال في نص listening يبقى احط هنا علامة صحة طيب الجملة الثالثة عندي people don't like a temperate climate الناس ما بيحبوش المناخ المعتدل طبعا خطأ القطعة كان فيها ايه او الليسنينج ان الناس بيحبوا المناخ المعتدل they like a temperate climate هنا جايب لي don't يبقى الجملة ديت خطأ الجملة اللي بعد كده we don't need water to drink احنا مش بنحتاج المية عشان نشرب طبعا خطأ يبقى حط هنا علامة خطأ تمام كده وتبقى دي اجابة السؤال الاول بتاع الليسنينج طيب نتنقل بقى على السؤال اللي بعد كده choose طيب اختر بيجيب للجملة وفيه ثلاث اختيارات تمام بختار منهم اختيار السليم الاول بقى للجملة كويس جدا I can't drink that coffee انا لا استطيع ان انا اشرب القهوة دي it's two ايه ليه مش قادر اشربها اكيد لانها سخنة جدا طبعا ما انفعش اقوله small صغيرة ولا بيت كبيرة لانها سخنة جدا يبقى توهط خدنا مبارح شرحنا مبارح في الفيديو بتاع مبارح وقلنا انه two زائد صفة بيبقى معناها جدا يبقى احط خط تحت كلمة hot طيب number two the desert climate مناخ الصحراء is very a طبعا الصحراء المناخ فيها ايه حار جدا قلنا مبارح انه ممكن يعدل خمسين درجة يبقى ايه hot الجملة الثالثة زا جايبلي في النصف الثلاثة اختيارات desert polar oases oases يعني الواحة oases و desert الصحراء polar could be climate مناخ المناخ الكطبي ولا مناخ الواحة ولا المناخ الصحراوي is very cold بارد جدا طبعا المناخ الكطبي بياجي على polar وحط خط تمام we are very good at خلي بالكم good at بييجي بعدها لو جي بعدها الverb ييجي ياما ييجي بعدها اسم يعني جيد فيه كذا ياما ييجي بعدها verb ومضف له ing يبقى good at لو جي بعدها فعل لازم ينضف له ing يبقى we are very good at playing ولا cooking ولا adapting to live in the environment around us طبعا خدنا مبارح كلمة adapt يعني يتكيف احنا كويسين قوي يعني او جيدين فيه التكيف مع البيئة اللي المحيطة بينا يبقى adapting تمام كده يبقى اختار كلمة adapting الجملة اللي بعد كده the shoes are to big صفة big كبيرة جدا الحزاء كبير جدا يبقى انا محتاج هنا ايه جدا اللي هي to خدناها مبارح في القعدة i can talk انا مش عارف امش لان الحزاء كبير جدا اللي بقى اختار two الجملة بعد كده number six we need water احنا بنحتاج المية to drink عشان نشرب and help ونساعد المحاصيل بتاعتنا ايه تنمو مش طبعا مش هنساعد المحاصيل بتاعتنا تقرأ ولا تلعب يبقى grow يعني تنمو تمام كده طيب number seven we need احنا بنحتاج cold ولا desert ولا fertile soil بنحتاج تربة soil يعني تربة خصبة ولا صحراء ولا باردة سو حتى تستطيع المحاصيل the crops have lots of nutrients عشان المحاصيل يبقى فيها مكونات غذائية او غنية بالعناصر الغذائية بتاعتك تربة ايه خدناها مبارح تربة خصبة fertile soil تمام يبقى حط خط تحت كلمة fertile number eight we can build water احنا نقدر او نستطيع build build يعني يبني تمام كده water ايه full دي يعني شلالات خلاص طبعا محدش مش هنبني شلالات مية في الصحراء types نمازج لا pipes يعني مواسير pipes يعني ايه واخدينها الترمي الأول we can build water pipes in the desert to transport water transport دي يعني ينقل عشان ننقل مية للصحراء او نوصل مية للصحراء بنعمل فيها مواسير مية يبقى كلمة pipes يعني مواسير يبقى اختار كلمة pipes طيب التمرين اللي بعد كده تمرين الماتشنج عمودين A و B واخدينه 3 من الأول طيب هختار من العمود ما يناسبه للعمود B وأعمل الإجابة هنا تحت بين الأقواس people like crops need أقرأ كل عمود لوحده الأول I can't drink ذات كوفي أنا لا أستطيع أن أنا أشرب القهوة دي we live نحن نعيش طيب it's too hot إنها حرة جدا near the river بالقرب من النهر temperate climate المناخ المعتادل fertile soil يعني طربة خصبة طيب people like ايه الناس بتحب ايه هنا طبعا مش هتنفع الولى ولا التانية طيب تمام يبقى أنا قدام اختيارين temperate climate أو fertile soil لأ fertile soil هتبقى مع number two crops need fertile soil يبقى أنا هاختار لnumber one هتبقى c يبقى أجي هنا في number one جنبها وحط c وزي ما قلنا number two أجي جنبها هنا وحط d fertile soil طيب number three i can't drink that coffee it's too hot يبقى ايه number three احط ايه top four we live near the river نحن نعيش بالقرب من النهر هنا هنا number four احط بي تمام شكل ده حبيبي كده يبقى أنا كده شايفين شكل الإجابة يبقى كده جوابت السؤال كله ان شاء الله صح أنا هكتفي بالقدر ده خدنا اربع نمازج اسئلة اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو وان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح الدرس التالت من الواحدة السبع اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته